مصر تحصى 19 مديليا في البطولة العربية للسلاح بالبحرين منتخبنا الوطني حقق 19 مديليا في البطولة العربية للسلاح واللي بتتلعب في البحرين في الفترة من 16 للـ 19 يناير اللي هتخلص بكرة بإذن الله حققنا 9 مديليات دهب و 6 فضة و 4 برونز وده بشكل إجمالي ولو رحنا لمنافسات الفردي فكنا هلاقي ان لعبتنا سيطرت على الدهب والفضة في منافسات السلاح سواء المبرزة او الشيش او سيف السلاح على صعيد الرجال او السيدات الله اكبر يعني بيدرب منتخبنا الوطني للسلاح سيف المبرزة الدكتور السيد سامي والد محمد السيد اللي هو نجم طبعا السلاح اما منتخب سلاح السيف فبيدربه كابتن شريف البكري اما سلاح الشيش فبيدربه كابتن مصطفى نهاد السلاح برضو من الالعاب اللي عملت نتيجة في باريس سوريا نقاس في توكيو 2020 واللي منتظر منها نتائج جيدة في توكيو 2024 وبرضو يتبقى التوفيق في اولمبياد عشرين 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 خدنا خامس خامس فرق يعني كان بيننا وبين مديليا مركز انما الوضع دلوقتي احسن الاعداد افضل الاعداد افضل الوضع احسن يتبقى التوفيق وتبقى ان احنا ناخد الامور بجدية هنغمض ونفتح على فكرة انا قلت لكم الكلام ده من بعد ما تقويو خلصت هنغمض ونفتح هنلاقي باريس على الابواب احنا النهاردة بنتكلم في عشرين عشرين وشهر يناير خلص هيودع احنا هنخش في نهاية النص التاني فانت تعتبر في فبراير عشرين عشرين يعني احنا بنتكلم على نهاية السنة هيكون اتعرف مين الدول ومين الفرق ومين المنتخبات اللي هتتأهل او اللعبة اللي هتتأهل من كل العلعاب وهيتبقى لك ست شهور او سبع شهور اعدادك النهائي فانا بقول لكم هنغمض ونفتح لها نفسينا باريس وده احنا من يعني فيه اتحادات شغالة زي السلاح والرماية والطايكوندو والخماسي فيه يعني فيه اتحادات شغالة وفيه اتحادات عامل حساب اللي الوقت بيجري وفيه اتحادات يعني يعني انا مش حاسب وجوده مش حاسب شغله فاحنا ما عندناش وقت يا رب نبتدي نركز يا رب نبتدي نشتغل عايزين مداليات كتيرة ان شاء الله باريس عشرين وعشرين لان مصر تستحق مصر تستحق ده واحنا لدينا تاريخ كبير في الحركة الاولمبية نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين بعد الفاصل استقبل ضيفي العزيز الكابتن الكبير محمد الالفي هنتكلم معاه عن كل حاجة تخص كأس ومطولة العالم لكرة اليد هنتكلم عن تأهلنا عن منتخبنا حصوصنا الفرق التانية كمان كابتن محمد عنده الكثير نعرفه ولكن بعد الفاصل اشتركوا في القناة